تحت راية المولى أبي الفضل العباس عليه السلام في كربلاء اجتمعت أكثر من 1650 طالبة متخرجة من الجامعات العراقية المختلفة احتفاء بتخرجهن في الرحابة الطاهرة بمبادرة من العتبة العباسية التي نظمت هذه الفعالية كجزء من دعمها لهذه الشريحة نشكر الله عز وجل أن من علينا اليوم أن نقف تحت قبة الإمام الحسين وعضيده أبي الفضل العباس لننهي مسيرتنا الدراسية وحقيقة هي بداية النهاية لننال هذا التوفيق ونكون من ضمن تخرج بنات الكفيل والشكر موصول إلى العتبة العباسية أن منحت لنا هذه الفرصة أن نكون اليوم هنا مبادرة رائعة وجميلة كاحتضان لنا في العتبة العباسية المقدسة للتحفيز لنا في إكمال مسيرتنا مسيرة العلم مسيرة إمام زماني صاحب العصر والزمان عن جل الله فرجه الشريف هذا التخرج هو ذو قيمة لا يمكن وصفها أو لا يمكن تخيل تعجز الكلمات عن وصف الشعور الذي تشعر به كل بنت اليوم كل بنت زينبية كل بنت فاطمية اليوم خافت على نفسها وأدت العفاف بصورة جيدة الفعاليات استمرت ليومين متتاليين بتنظيم شعبة مدارس الكفيل الدينية النسوية كانت خطوة للتواصل بين الطالبات من محافظات العراق المختلفة مثلت وطن المصاغر في كربلاء إلى جانب احتفاء بالمتخرجات بحفل مركزي يليق بهذه الفئة الأكاديمية اشتركوا في القناة